اشتركوا في القناة وهو العوامل التي قدت إلى نجحنا سبب العنوان ده إيه؟ إن أنا كنت عملت كلمة أو صورة وأنا في أربيل في كردستان العرق وحصل النقاش عن اسم الإغاثة الإسلامية وكيف بدأت ومن المؤسس من أين تأتي الأموال إلى آخره إلى آخره وحصل النقاش يعتبر نقاش صحي وجيد من بعض الشباب من مصر ومن العرق ومن بعض دول أخرى حول هذا الموضوع فأردت أن أحيي هؤلاء الشباب كلهم اللي أثاروا هذه القضية على صفحتي وأن أنا أرد على بعض الأسئلة اللي أثاروها عندي في الصفحة منذ أسبوعين اللي بعد كده في أنا كتبت وأنا في الطيارة راجع من البغداد لإسطنبول 18 عامل من عوامل النجاح قدة النجاح ننزل لهذه العامل واحد واحد أول واحد توقيت البدء في عمل الإغاثة الإسلامية والمناخ السياسي المحيب بها 84 يعني البكرة إن شاء الله حيكون نعيد لل34 للإغاثة الإسلامية و17 يناير 2018 لأننا بدأنا يوم الثلاث 17 يناير 1984 فالتوقيت التوقيت اللي هو 84 كانت الحرب على الإسلام والإسلاموفوبيا ليست كما نراها اليوم وكان الحرب على الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا ليست كما نراها اليوم المناخ السياسي زمان مختلف تماما عن المناخ السياسي والمناخ الاقتصادي والمناخ الاجتماعي والمناخ كل المناخات اللي بتحيط بنا دلوقتي اللي مغلفة بثقافة وأتر ونظم ونظريات الحرب على الإرهاب ف84 كانت الدنيا ربيع والجو بديع وكان كل الناس بيشتغل لدرجة نحن في الوقت ده لما كنا منسافر أمريكا ونركب طيارات هناك كنا ممكن نحجز الطيارة وإحنا في المطار أو نشتري الطيارة نشتري تذكر الطيارة وإحنا طلعين الطيارة يعني كاش أو بالكريت كارد إلى آخر كان أمر سهل إلى الغاية فالتوقيت من 30-34 سنة يختلف عن اليوم والمناخ السياسي ومناخ الاجتماع ومناخ الأمن ومناخ العسكري تماما يختلف عن اليوم دي نمرة واحد نمرة اتنين موقع غرافي وبلدة المنشأ احنا نشأنا في بريطانيا ما نشأناش في أي دولة أخرى نشأنا في دولة بتعتز بديمقراطيتها بتعتز بوجود مؤسسات عندها بتعتز بوجود مرجعيات قانونية واجتماعية وسياسية إلى آخرة مش دول زي اللي احنا منشوفها دول مكونة من بعض العصابات أو بعض الأفراد أو بعض التوجهات الأمنية والاستخباراتية في الموقع الغرافي مهم جدا 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 ده قد البلدة المنشأة اللي احنا تكلمنا عنها يعني نشوف نحنا من 84 إلى الآن ما زالت تستمر الغازة الإسلامية بقوة في تتعدى كل التحديات اللي شفتها في 2001 سبتمبر 2001 وبعد كده الحالين اللي حاصل دلوقتي من كل التشويهات اللي بتحصل على العمل الإسلامي الإنساني في العالم ومشي لأن البلدة والبلدة اللي احنا موجودين فيها يعني فيها قانون أسهل حاجة نقولها فيها قانون العمل التالي هو الرؤية كان عندنا رؤية واضحة جدا عمل إنساني يعني عمل إنساني لهو عمل سياسي ولهو عمل عسكري ولهو عمل دعوي إلى آخره فكان عمل من أول يوم هو عمل إنساني لا يحيد إلى هذا أو إلى هذا لا يحيد إلى هذا أو إلى هذا يعني كان واضحة الرؤية عندنا من أول يوم 84 إلى أن سجلنا وانطلقنا فيما بعد السراحة الثانية اعتمد على القوائد الشعبية كنا كلنا طالبا في الجامعة انا كنت بادرس الدكتوراه ها وانا احد المؤسسين مع الدكتور احسان شبيب انا كنت بادرس الدكتوراه في جامع عبر منجهام فيه اللي هو الاطفال اللي موردين بيستسقى في المخ او ما عندهمش مخ والجهاز العادة بتاعه المفتوح واحسان كان بادرس دكتوراه في الكيمي احسان اصلا دكتور احسان اصلا من اصل هو اصلا فلسطيني وكان ايه الجنسية بتاعته جنسية عراقية في نفس الوقت وكننا احنا الاتنين بنمشي في الشوارع والمساجد والمؤتمرات والمؤتمرات الدكتوري بنوضع الاراق الاخر فكننا بنعتمد اعتمد كامل 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 على الجاليات اللي موجودة في بريطانيا وفي اوروبا وفي امريكا لم نعتمد على شخصيات مرتون موقع لم نعتمد على التنظيمات واللي يجي ممكن يجي حسبنا انا اقف قدامه لان في ناس كثير جدا لا تفهم كلمة توفيق وتفهم كلمة توفيق وبركة اللي بيعتارى ربنا سبحانه وتعالى لبعض الاشخاص اللي عاملين في عمل ما فيربي لهم او يربي لهم العمل بتاعهم فينمو ككابل احد كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها فنرزو لان احنا كنا نعتمد اعتمد اعتمد تام على المتبرع الصغير سواء كانت امرأة او رجل مسجد او محل الى اخره الى اخره الى اخره فدي كانت القاعدة الاسسية بتاعتنا في التنمينات نمرة خمسة اننا كنا بنركز في مرحلة البناء يعني انا اعتقد من اربعة وتمانين لتسعة وتمانين كان كل الشغل في بريطانيا كنا بنلف زي النحلة دايرة زي ان ايه زي النحلة دايرة زي ما بيقول عليه كعب داير في بعض الروايات اللي بنتكلم عنها يعني انا كنت اتذكر ان احنا كان عندنا في رمضان اسمها كارفان تور يعني ناخد العربية من ليلة رمضان عبد رمضان بيوم الى اخره ونقعد نلف من برمنجهام لغاية منوصل لابردين وكنا كل يوم بنبيت في مسجد نعرض مشاريع بتاعتنا نوزع الاوراق ونرجع في اخر رمضان بعد ليلة القدر فقعدنا في الاول خمس سنوات من اربعة وتمانين تسعة وتمانين ان احنا نركز في ان الناس تعرفنا في البلد اللي احنا فيها لان هي دي الاصل اللي احنا تنطلق منه فحينما تنطلق من مكان لابد ان يعرفك الناس واثقوا فيك فاكلنا بنذهب للناس ونحن ما زلنا صغار لا يعرفنا احد طالب يدرس دكتوراه وطالب تاني ناخد العربية ونننف المساجد ونروح ونرجع الى اخر فده كنا مركزين في المرحلة اللي اول خمس سنوات لفينة بريطانيا كعب داير زي ما بيقول حارة حارة وزنجة زنجة وطوبة طوبة الى اخر نمر ستة لعمل استويع كنا نعتمد اعتماد اكتر من سعين في المية على طلبة المدارس وطلبة الجامعة طلبة المدارس وطلبة الجامعة وكنا بنقعد في المكتب عندنا وكانش عندنا مكتب زي ما انتو عارفين يمكن اغلبكم عارفين بدأ ان احنا بصندوق على الحيطة فاربعة وثمانين وبعدنا بقى كده عندنا ديسك يعني مجرد طاولة كده وبعدنا جبنا تليفون مشترك وبعدنا بعد تليفون مشترك خدنا غرفة كان فيها تلاتة متر في تلاتة متر كان نصفها فران ونصف تاني ايه حاجات تانية كنا بنبايد فيها ونشتغل فيها فكننا بنعتمد اعتماد cبير جدا 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 على طلبة الايه المدارس وطلبة الجامعات وكان في بعض الجامعات الاسلامية اللي تبعة ليه اتحاد منظمات الاسلامية اللي موجود اسمه فوسس موجود كان في مقره في لندن وفيه بقى جامعات اخرى كانوا بيجوا معنا وفيه جامعات شبابية من منشستر ومن برمينجهام ومن لندن وكذا وكذلك في التعامل التي ويعطمطنا على العمل الرياضي العمل الرياضي كنا بنعمل دورات رياضية عشان نكتذب بها الشباب في كرة القدم في كرة الطائرة في السلة في البادمنتون في الفوليبول حتى ان الادابة كان فيه اجرنا لهي القوعات بتاعت الاني اسين ناشنال اكزبيشن سنتر لأكبر ارض معارض موجودة في بريطانيا في الوقت ده وكانت اول دورة عملناها سنة تسعة وتمانين في مركز رياضي بربنجهام وسنة تسعين عملناها في المركز المركز المعارض في الجنب المطار بربنجهام الدولي فكننا معتمدين تسعين في المية عن شغلنا على العامة التطوعية فلم نوظف احد في هذا الوقت اصبح لنا مجلس امناء نمر سبعة مجلس امناء وكان علاقته انه بيثق في المؤسس وبيثق في الناس العاملين وهنا حكاية الثقة دي من مجلس الامناء وجازت نفيذ مهمة جدا لتشييد البناء يعني اول خمس ست سنين كنا بنحفر في الارض وبنلف بريطانيا كعب داير وبنعب مع الناس في كل حتة في كل حارة في كل زنجة زنجة كل حتة وبعد مجلس امناء اللي يتكون بعد كده هو كان عنده ثقة في الجهاز التنفيذي الصغير اللي هو كان بيتكون من اتنين او تلاتة او اربعة ده في بداية التسعين فلما انتظر بعد كده هو السقة والعلاقة المتبادلة ما بين الجهاز الحاكم اللي هو مجلس الامناء والجهاز التنفيذي اللي هو مجلس الجهاز التنفيذي اللاجنة التنفيذية كان فيها المؤسس اللي اصبح بلا كده مدير عام مدير عام واصبح بلا كده ايه اه رئيس المؤسس اللي هو انا عشان ما حد يشعر ايه يلف ويدور ويقول وانا اصلي اسمي هاني عبدالجواد السيد مصطفى البنة حمودة البنة يعني ابوي اسمه عبدالجواد وجدي اسمه سيد شيخ سيد مدفون في البقيع وقبال عندكم كلكم وقبال عني كمان ممكننا نموت هناك وقبالك وجدي جدي اسمه وجدي ابوي اسمه مصطفى وجدي جدي اسمه حمودة ومن المنصورة خلاص مش اللغش اللي عندكو نكمل بقى فما نتكلم في الموضوع ده ان اللجنة التنفيذية كان بتهتمل على التطوع وكان بدأنا نهيكل بدأنا نعمل هيكل للاغاثة الاسلامية في سنة الف تسعمية واحد وتسعين هاي نعرف ان في مجلس تنفيذي بتكون من ادارة ادارة عاملين تكون ادارة لجمع التبرعات ادارة العالمية وادارة للمشاريع ده من ستة او سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين سنة بدأنا نهيكل الجمعية في هذا الوقت اللي بعد كده كنت انا وانا بتافر في الفترة دي في الطيارة كان عندي حلم ازاي بنختار البلاد اللي احنا عنا نعمل فيها كنت مركز في الفترة الاولينية تماما على الدول الغنية اللي في اوروبا وامريكا كنت دايما نقعد فيه الطيارة واتفرق على خريطة العالم واعمل دواير على كل مدينة في كل دولة عايزة نشتغل فيها من امريكا سواء كانت في واشنطن في نيويورك في كاليفورك في لوس انجلوس انجلوس في شيكاغو الاخرية في في باريس في روما في براسل حاجة جيكوون لها حتى كان ساعتها في الوقت ده ففي نهاية التنمينات اول تسنات يعني ميلاد وسط الجمهورات وسط اسيا كنا فتحنا فيها مكاتب في اللي هو كازاخستان واوكرانيا والشيشان وازربيجان الى اخر وكذلك في شرخ اوروبا كان لنا توقف ايضا انا كان لنا توقف ايضا واللي عايزي يكلمني انا عايزي يكلمني على تاريخي يتكلم معا انا في الفترة دي بالذات في بلغاريا وفي مقدونيا وفي البوسنة وفي البانيا الى اخر الى اخر فبدأ دا كل ما كنت نقعد في طيارة نقعد نعلم على كل المدن دي كلها والحمد لله ان دا اصبح عمل الاغاثة تنوع في الدخل في مصادر الدخل بتاعها المؤسسات الموجودة في الدول الغنية تعتمد على دولة واحدة هي في خطر قلت الكلام دا يمكن من اكتر من سنة او سنتين لقصد المؤسسات اللي في الدول العربية الغنية خطر ان تكون لك مصدر واحد من الدخل فذلك اللي بيميز الاغاثة الاسلامية عن باقي المؤسسات العربية والاسلامية في العالم انها اصبح مصادر الدخلها متعددة من امريكا من كندا من فرانسا من بلجيكا من هولندا من انجلترا من المانيا من سويسرا الى اخ الى اخ الى اخ الى اخ الى اخ بس الكلام دا بدأ امتى بدأ ودنيا ربيع وجواب ريع وكان فيه اريحية عند المناخ السياسي في اوروبا امريكا والعالم ان العمل ده ينمو فنما انا بتكلم على فترة التمانينات نهاية التمانينات والنصف الاول من التسعينيات يعني بتكلم من تمانية وتمانين لستة وتسعين سبعة وتسعين لما تفتحك كل المكاتب دي كلها. المكرسوم بتقول لك ايه? عيدنا نرجع زي زمان? قل للزمان نرجع يا زمان. ولو قلت لي ابدأ تاني مرة تانية هعمل نفس اللي عملته. لانه نجح. بعمل من كتير من المتوعين. كيف كنا بنختار المسؤولين في بعض الدول? انشط ناس كنت انا انا كنت انا مسلم طبعا بحب الاسلام. ونتمنى العالم كله يبقى مسلم لكن انا لا اكبر احد على الاسلام. ها? ها? فكنت بختار انشط الشباب اللي كانوا موجودين في البلاد اللي احنا مكروح فيها. بس خلاص. يعني هاتلي انشط واحد يطلع خلفيته اي ولا بي ولا سي ولا دي. الخلفية لا تعني عندي اي شيء. تعني عندي انه انسان يستطيع ان يقوم بالمهمة دي في هذا المكان. وفعلا تلع من هذه الكواكب الجميلة شباب جميل جمال جدا في فرنسا وبالجيكا في ولندا وبريطانيا والمانيا في سويسرا الى اخري الى الاخري الى اخري الى اخري الى اخري. هم اللي بنوا الاغذة الاسلامية من اه انهاي التامنات الى يوم من هذا ولا تعتقدوا ان شخص واحد استطاع ان يبني هذه المؤسسة واحدة. فا اختار البلاد ما كانش عشوائيا كان جزء من الرؤية. واختيار الناس كان الانشط. هاتلي الانشط عندك في باريس. الانشط عندك في براسل. الانشط عندك في امستردام. الانشط عندك في كولون الى اخري الى اخري. ونبدأ بالشباب. وكان اغلبهم الشباب. ان لم يكن كلهم شباب. منهم ما كان دون الثلاثين منهم ما كان دون الاربعين. كان اغلبهم الشباب. عشان نعرف لكل التشكلات. سواء كانت تشكلات دينية او غير دينية. ان العمل الذي نريد انجاحه لابد ان يبنى على سواعد الشباب. سواء كانوا شباب اه يعني شبات او شباب ان شاء الله. نمر 11. الكفاءات الشابة اجدع مرة تانية. من الكفاءات الشابة دي يعني اه اه ناس كانوا عندنا متطوعين. وما في سنوي. اذكر على سبيل المثال اللي هو رئيس اه رئيس الاسلامي في امريكا. بدأ وهو في سنوي. في الدورة الالعاب الاردية. وخرج من الجامعة. وسافر تاني يوم او تاني شهر او انتخرج من الجامعة على امريكا. اصبح دلوقتي بعد اه 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 خمسة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين ستة انه هو رئيس المكتب في امريكا اللي احنا نتكلم عنه. التاني برضه كان اه طالب في كلية الحقوق. خرج كذلك. ها من الجامعة. واستمر معانا من اه الاولي كان اسمه انور. التاني كان اسمه جانجير. اه واشتغل في براتفورد براتفورد بعد كده وادناه اه اه الى امريكا. التالت كان لبناني اسمه فادي. فادي عيتاني. كان اسمه مكملش الجامعة. كان مكتب لندن. كان عندي يمكن اتنين وعشرين سنة. متدرج في هذا العمل الى ان اصبح مدير اليوكي واصبح مدير علاقات الدولية. كل دول كانوا شباب صغيرين. شباب صغيرين في العشرينات. ها? اه خالد المولد. كذلك شخصية اخرى. ها? حاليا دلوقتي بشتغل في اوام المتحدة. المدير العمل اغاثة الاسلامية موجود دلوقتي بدأ من خمسة وعشرين سنة. هو مكملش خمسين سنة دلوقتي. بدأ من خمسة وعشرين سنة. وغيره. 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 فاحنا اعتمدنا من اليوم الاول في مرحلة البناء الاساسية الاولى في التسعينات. كنا هيد هانتنج. يعني صيادين الشباب. الاقي شخصية. زي اه واحد كان اسمه الاستاذ هارون اعطالله. دلوقتي بيشتغل في مؤسسة من اكبر مؤسسات المالية في العالم في ايطاليا. جاي وهو عنده لسه مخلص اللي هو الشهادة المحاسبة. اللي هي الزمانة المحاسبة. نصر الدين هو المدلع عامل الزمانة دلوقتي كان الناس بيشتغل في الكمبيوتر في الاي تي. اه اه انا قلت انور وقلت. ففي مجموعات كتيرة جدا. سكندر عائلة بيشتغل في دفت دلوقتي. موجود في باكستان. بدأ كان غايدا كان الناس شاب صغير في الجامعة. وغيرهم. فلذلك دي تجربة حقيقية تقول لمن يشكك في العمل انها بنيت على اكتاف الشباب. خلفيات اه يعني خلفياتهم متبينة. ومتبعدة. يبقى احنا اتكلم من الكفاءات الشابة. اه دي كان احد اسباب النجاح. الامر التاني ان هو الاستجابة السريعة. كنا زي كده. ما بننامش. تحصل كارسة هنا نطلع على طول. كنا اول مؤسسة في اوروبا. بتكون مستجيبة. لاي كارسة بتحصل. ويمكن كان المفرقة العجيبة. في الوقت اللي كان الناس مختلفين. على اه اه زلزال ايران. ستة الف سعمية واحدة سعين. مش 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 زلزال بام في الفين وثلاثة زلزال ايران اولايا في الف سعمية واحدة سعين. والخلاف الطائفي الفقهي في الوقت ده. وشخصية الامام الخميني. وشخصية كذا 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 الى اخره. احنا كنا نزلين في الشارع بالمنشورة بالعطنة قبل اي ماذجة حتى قبل التشكلات الشيعية. اللي موجودة ببريطانيا. واستعنا في الوقت ده. ها انها نجمع ما لا يقل سنتوع سعين عن ربع مليون جنيه. فاقل من تات اسابيع. وعملنا فيها. بعطناها الهلال الاحمر الايراني. فكانت مستجيبة باستجابة سريعة جدا 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 جدا. اه في هذا الوقت. سواء كانت ليه زلزال ايران او الفيضان اه السودان اللي حصل في نفس الوقت ده. او الفيضان اللي حصل في بانجلديش باردك في تسعين. ما هو من تسعين تسعين وتسعين وتسعين. وبعد كده اجاب على كده حرب البصنة اللي احنا كلنا عارفينها. العمل في مناطق الخطرة. ما توقفناش عن العمل. بل بالعكس من اخطر مناطق اللي احنا عملنا فيها البصنة والشيشان. وعملنا فيها. وكانت لسه المؤسسة وليدة صغيرة لا يعرفها احد. ومع ذلك دخلنا هناك في 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 المناطق دي كلها. وكان لنا رجال. وهم ده وقت اصبحوا نجوم. زي 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 مصطفى عثمان المدرب دولي دلوقتي. هو كان احد عوامل النجاح في قضية البصنة. وزي زي زي حشمة خليفة اللي هو دلوقتي اه 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 بي عنده شركة خاصة بتاعته بعد ما مخلص شغل في الاغاثة. وكان احد الناس اللي انجحوا لعمل الاغاثي داخل اه 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 البصنة. وزي لطف السيد. وغيرهم. ناس كتير. كتير انجحوا هذا العمل. ده بنسبة لايه? ليه البصنة. بنسبة للشيشان كذلك. يعني في خمسة وتسعين. يناير خمسة وتسعين كان فيه اتنين من الاغاثة الاسلامية موجودين. فيه داخل جروزني. اسكندر علي ويمين ومصطفى عصمان. في عز التلج. ومن من عجاب القدر ان الام بي سي كان ساعتها موجودة هناك. فسجلوا الاغاثة الاسلامية من داخل اه 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 اجروزني في يناير فبراير الف تسعمائة خمسة عين. مات الخطرة? الناس رحلوا ما متوش. ما خفوش. ما كشوش. ما تخدوش ودخلوا حمام. وبلوا نفسهم. لا. اشتغلوا. فليه يكلم معنا بعد خمسة وتلاتين سنة. اربعة وتلاتين سنة. يقول انت فين? انا اقول له انت فين والحب فين? ظلموا ليه داي من معاك? احنا وقفنا في الخطر. في كل ما كان في العالم. ونستحق اننا نتميز عن الاخرين. ونسعدنا نكون رواد. من اول يوم ما كناش بنخرط الورق. على الاطلاق. على الاطلاق. اجندة واحدة زي ما انا قلت عليها. ما فيش خلط اوراق. من اول يوم. لذلك لذلك الناس الحكومات والدوائر السياسية كانت بتراقبنا عن عن كثب. قبل ان تمنحنا اي منح دولية سواء كان من الاتحاد الاوروبي او من الحكومة المرطانية ومن الحكومة الامريكية او او الى اخر. بعد 2001 الى اخر والى حصنك. فيش خلط اوراق. ليس لك الحق ان تخطئ بنية حصنة. ليس لك حق حتى وان اساءع اليك الاخرين. دلوقتي حرب الاشعات وحرب الاكاذيب والاتهمات اللي عاملها بعض الاعلاميين والاعلاميات والدوائر الاخرى. نحن نواجهها لكن لن تعطلنا عن العمل. نواجهها لكن لن تعطلنا العمل. ونقول لكم ان في حاجة اسمها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. حاجة اسمها بركة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والبركة جند من جنود الله سبحانه وتعالى. يعطيه لمن يشاء. كما ان الغباء. جند اخر من جنود الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء ان كان حد شر اللي يكون عنده امكانيات زي ما هو ربنا اعطهاله 15 البناء الداخلي اهتمنا بالبناء الداخلي زي ما اقولت في سنة 91 بدأنا نعمل هيكلية وكان اهم شيء في الهيكلية دي جهازين الاول كان الادارة المالية الاول كان الادارة المالية فلذلك لما تيجي بعد المدة دي كلها بعد دول المانحة او المؤسسات المانحة الكبيرة تعطيك 10 مليون و 5 مليون و 20 مليون و 30 مليون كانت كاش او كانت مواد عينية لان عارف ان انت عندك جهاز مالي مراقبي داخلي جهاز المالي اللي بيجي ايه الخارج اللي بيحاسبك شغل الدروشة وان نجيب اي حد يكتب اي حاجة ولبست ايه ده في رأس ده لا لا ومليون لا لذلك مطبتش الاغاسة من مقتل المال ولا انت تطب من مقتل المال كان فيها مليون قلة عن 8 او 10 ايه محاسبين مراجعين اه ايه ايه اه 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 اكاونتنس بتسموهم ايه لو عندهم الزمالة دا من سنة كام دا من اول التسعنات انا منتكلمش عن لعب نتكلم عن مسيرة نتكلم عن مسيرة شغل المناخ اللي احنا نحطه علينا والسخونية والعواطف دا عواطف دا عندنا في البيت لكن اما نجي نتكلم عن مال يبقى مال نجي نتكلم عن ادارة مالية برامج ببرامج دا من الحاجات اللي هي اسباب نجاح نمرة 16 طبيقين معايير الانسانية انا كلمت عنها كتير جدا اللي هي الحيادية والشفافية وعدم الانحياز والانسانية والتطوع الى اخري سبع معايير كنا بنطبقها من اول يوم لذلك نظرت الينا بعض كتير من الهيئات الدولية وبدأت الشراكات معنا في منتصف التسعنات من مؤسسات كده جدا في الامم المتحد بعد كده الانفتاحة الداخلية والخارجية بدأنا الانفتاح خارجيا على المجتمع الدولي في اول التسعنات في حضور المؤتمرات الاممية وغير المؤمية من 92 و 93 و 44 الى اخري كنت انا شخصيا بحضر وكنت بقعد اسمع علشان اتعلم وعلشان افهم وعشان بعد كده اتكلم كتير جدا في الوقت ده كان كتير من الشباب اللي كان عندهم اموال قد كده وعادين متقوقعين في دولهم اللي هم كانوا هتاخدونها هتحميهم كانوا بيفسقونا شوية شوية كانوا هتكفرونا في التسعينات ما سمعناش الكلام بداعهم لانه كان كلام خارج النغم اللي احنا نتكلم عنه نتكلم عن معينة انسانية نتكلم عن الانفتاح لانه ليس عندي ما اخبيه على الاخرين لذلك الانفتاح بدأ من اول التسعينات يعني من سنة كام من حوالي 25 سنة داخليا بدأ التوظيف لغير المسلمين معنا من نهاية التمينات اول التسعينيات وفي خليط من الاجناس موجودة حاليا داخل اللي غاثة واصبعت هي كثير جدا من مؤسسات الاسلامية في تميز اكتب من مؤسسات الاخرى الغير اسلامية لكن لان المناخ مناخ اسلاموفوب ومناخ المحاربة الارهاب ومناخ ربط الارهاب بالاسلام فيحاربوا من يحاربوا الناجح من المسلمين نمر 18 التسجيل في المحافلة الدولية بدأ من زمان زمان مش عال كافية ونأكلنا زمان وكلنا اتنين احب اتنين حاجة زي كده مكالسومة الله ده ارحمها بقى تعرفوا يا شباب تسجيلنا في في الاتحاد الاوروبي كان سنة كم كان في 2001 2001 ده قبل كده ام المتحدة 1993 سجلنا في المجلس الاقتصادي الاستشاري الام المتحدة في المؤسسات قبل الحكمية في 1993 يعني في 93 كان عندنا حيثية في الام المتحدة في 2001 عندنا حيثية اخرى في الاتحاد الاوروبي ده اتصلت بيهم قبل 11 سبتمبر بتكلم مع المكتب الافتحاد الاوروبي بقول له ليه انتم اخرين التسجيل عندكم يعني شدت عليهم كده احنا احنا مؤسس بالخطيئة احنا منديكم الاوراق من 6 شهر جالنا التسجيل بعدها في اكتوبر او نوفمبر ولم يتأثر التسجيل ب11 سبتمبر فاهمين يا شباب لما يتأثر تعطيل التسجيل بتسجيلنا بقيت لين اوراق بعد سبتمبر 2001 ومودي اعقد الشركة في ابريل 2002 فدي هي المسيرة علشان الناس اللي بتسأل اسئلة انا سعيد جدا بالنقاشر اللي حصل جدا 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 ويعني زي ما تقولوا احنا نعمل الليلة فرح الليلة عيد عالدنيا سعيد ربلك سعيد باللي سأل اسئلة الشاب المصري انا سب مش فكر اسمه والشاب اللي رده وكان نقاش راقي جدا 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 يقول لنا ان الناس عايزة تعرف ايه اللي بيحصل عشان ينجحوا اكتر مننا واشكركم جميعا واراكم غدا ان شاء الله غدا القاق ان شاء الله ساعة 12 في نفس الوقت ونفس المكان بس باللغة الانكليزية الانكليزية يعني باللغة الفرنجية غدا ان شاء الله ساعة 12 وقلق اه same time same title which is how did we succeed to reach what we reach today والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته